اشتركوا في القناة مادة الخامات وازاي انا بقدر اجيب الخامات دي واقدر استخدمها ويعني اوظفها بعد كده ان انا مثلا ممكن في مصنع وفي شركة يبدأ يصنعلي منها منتج استفيد بيه طيب احنا اتفقنا ان احنا قبل ما بندرس اي مادة لازم نعرف ايه هو الهدف من دراسة المادة الهدف من دراسة مادة الخامات يا سنقولة ان انا اقدر اتعرف على جميع المواد المعدنية والغير المعدنية طيب حلقة النهاردة هنبدأ كده بشوية مصطلحات كم مصطلح كده صغير هاتوا بس ورقة وقلم وكتبوا كده معي اول مصطلح عندنا في حلقة النهاردة هو ايه احنا هنبدأ ناخد المادة من اول ما بتكون في باطن الارض لحد ما بستخرجها واستخلصها وطلع منها معدن اقدر استخدمه في الصناعات يعني ايه المادة ياولاد لما بتكون موجودة في باطن الارض بيبقى اسمها غفل كلمة غفل لما اسمعها في مادة الخمات اعرف ان المادة دي موجودة في باطن الارض طيب انا عايز استخرج المادة دي علشان اقدر استخدمها في الصناعات هل هينفع اننا ياولاد استخرجها من باطن الارض وابدأ استخدمها على طول ماينفعش طيب انا ازاي اصلا يا ميس استخرجتها من باطن الارض في منشآت صناعية كبيرة بتكون خاصة او زي المعامل كده بتكون خاصة بحاجة اسمها المسح الجيولوجي المسح الجيولوجي ده يعني ايه يعني ياولاد بتكون عبارة عن اجهزة ساعات بتشوفوا كده في الشارع فيه ناس وقفة بكاميرا كده وحامل وبيبدأوا يصوروا دول مسحين بس دول ممكن ياخدوا مساحة ارض او حاجة معينة لا احنا بقى في مادة الخمات المسح الجيولوجي بيحصل ازاي بيحصل عن طريق ان المنشأة بيكون فيها اجهزة وبيكون فيها متخصصين المتخصصين دول بيعملوا ايه بيبدأوا يعملوا دراسات جيولوجية على التربة يعني بيجيبوا مثلا جزء من التراب بتاع الارض ده ويبدأوا يشوفوا بعض التحاليل ويجروا عليه كده زي تجارب ويبدأوا يعرفوا اذا كان فيه هنا خام ولا ما فيش والخم ده اقدر اوصله ازاي البعض عن الارضة قد ايه او الخم ده ايه فاول حاجة النهاردة كلمة مسح جيولوجي معناها ان هي ايه ان فيه منشآت بتعمل ومتخصصين بيعملوا زي تجارب على الارض عشان يقدروا يعرفوا فيه خام موجود ولا لا طب انا عرفت ان فيه خام وبدأت استخرج الخام الخام ده بسميه ايه او المادة دي بسميها ايه دلوقتي بسميها غفل الغفل ده عبارة عن المواد اللي بتستخرج من باطن الارض هي سنقولة بس بتكون عبارة عن ايه عبارة عن كتل كتل صخرية طب انا لما استخرجتها من باطن الارض مش هي سنقولة بتكون مليانة شوائب واتربة طب انا ينفع استخدمها كده على طول لأ لازم اناقيها الاول بعمل لها ايه بعمل لها حاجة اسمها استخلاص علشان احول المادة اللي انا طلعتها من باطن الارض اللي هي اسمها ايه سنة اولى برافو عليكم اللي اسمها غفل عايز احولها لخام طب انا جبتها وبدأت اتخلص عمل لها عملية استخلاص واتخلص من الشوائب وهنشوف كل ده في حلقة النهاردة بالتفصيل ازاي بعمل كده طب انا دلوقتي خلاص ده ما احنا قلنا جبت المادة استخرجتها الغفل وبدأت عمل لها عملية استخلاص وخلاص يعني خلاص ما بقاش فيه شوائب ولا اتربة موجودة فيها وبقى عندي مادة خام اقدر اقول عليها كده المادة الخام يبقى المادة الخام هي ايه او الخام هو ايه هو المادة اللي انا استخرجتها من باطن الارض وعملت عليها عملية استخلاص ده كده النهاردة ده ايه تاني مصطلح قلناه مصطلح الاول اللي هو الغفل اللي انا بجيب الخام من باطن الارض او المواد من باطن الارض بعد كده احولها الخام عن طريق استخلاصها طب انا استخلاصتها وشلت منها الشوائب والاتربة ينفع اجيبها استخدمها لا لازم اعمل ايه سانا اقولها لازم اعمل لها حاجة او احولها المعدن المعدن ده بيتحول ازاي عن طريق بقى محولات او افران هنتكلم النهاردة عن المحولات والافران دي علشان احولها لمعدن واحنا كده فيه ثلاث مصطلحات مهمين في بداية الحلقة اول حاجة المواد الغفل اللي بتستخرج من باطن الارض بعد كده هعمل عليها عملية استخلاص عشان احولها لايه سانا اقولها لخام برافو عليكم بعد كده الخام ده ما اقدرش اصنعه فبعمله عملية تفاعلات التفاعلات دي عن طريق الافران او عن طريق تفاعلات كيميائية علشان استخلص منه الجزء او اجزاء من المواد اللي موجودة فيه وخليه معدن اقدر اشكله اللي هو ايه معدن طيب انا هقولكم على حاجة بسيطة كده نقول مثال كده بسيط الالمونيوم يا سنة اولى الالمونيوم ده احنا موجود معاينا كل يوم في ايه يا مس الاواني بتاعة الطهي اللي احنا بنتهى وبنتبخوا الاكل فيها دي مصنوعة من الالمونيوم العلب اللي هي بتاعة المشروبات الغازية اللي هي علب الكنز يا سنة اولى دي مصنوعة من الالمونيوم تبنا ازاي اقدر تحدد ان انا من مادة واحدة اللي هي الالمونيوم اصنع منها اواني للطهي وكمان اصنع منها العلب بتاعة الكنز مع ان دي طبعا انا لو مسكت العلب بتاعة الكنز دي باديا بتتطبق انما الاواني بتبقى اواني ايه سنة اولى بتبقى اواني صلبة بعمل عليها ايه بطلع الاول الالمونيوم اللي هو اسمه خيم او اسمه نبدأ بقى نقول زي ما احنا قلنا اللي هو الغفل البوكسايد ده بطلعه وبعد كده بعمل ايه سنقول عليه عايزة حوله الخام ببدأ استخلصه من الشوائب والأتربة وبعد كده عايزة أحوله لإيه لمعدن بدخله بقى ممكن فرن تحليل كهربي أو بدخله على التحليل الكهربي عشان أبدأ أطلع له منتج مع أن أنا أصلا عندي منتج الألمونيوم ده يكفي 300 سنة قدام حوالي 300 سنة قدام بس طبعا عشان احنا عارفين أن المواد دي أو مادة الألمونيوم بالذات أو معدن الألمونيوم بياخد تكلفة كبيرة جدا في استخراجه فحتى بنشوف كده أن فيه ناس بتجمع اللي هو العلب بتاعة الكنزة بتاعة الحاجة السقعة دي وبتبدأ تعملها زي نفايات وتعيد تصنيعها مرة أخرى علشان أقدر أوفر يبقى احنا كده النهاردة قلنا ثلاث مصطلحات الغفل والخام والمعدن نبدأ كده حلقتنا وهنتكلم عن أول خام أو أول حاجة من المواد المعدنية وهي الحديد مقدمة عن صروة الخامات المعدنية وغير المعدنية يعني معنى كده احنا قلنا أن فيه خامات معدنية زي الحديد والألمونيوم زي ما دينا مثال وقلنا كمان فيه معايدن غير معدنية زي البلاستيك طبعا توفر المعايدن دي سنقولها مهم جدا علشان الصناعات أنا ما أقدرش تقوم صناعة من غير ما يكون عندي خامة أو معدن أقدر أستخدمه علشان على أساسه أعمل منتج صناعي ودي كده بعض الخامات اللي بتستخرج من الأرض طبعا مصر بتبزي المجهود كبير جدا علشان تبدأ زي ما احنا قلنا تبحث عن المعادن أو عن المواد دي زي ما احنا قلنا بتعمل مسح جيولوجي وبيبقى فيه مناجم وبيبدأوا يدوروا علشان يعرفوا إيه هي الصروات اللي موجودة في الأرض وينقبوا عنها يعني يدوروا عليها علشان يستغلوها في خامات نقدر بعد كده إن احنا نستخدم الخامات دي في تدعيم الصناعة ويبقى لينا شأن بين الدول ودي كده صورة للمصانع اللي هي ممكن بتستخدم زي الاستخراج للبترول أو الغاز الطبيعي طب البحث والتنقيب اللي احنا عملنا دي سانا أولى عمل ايه احنا اتفقنا أنه فيه جهات متخصصة هي اللي بتقوم بالبحث والتنقيب عن طريق منشآت موجود فيها ناس متخصصين أو علماء متخصصين دول بيكونوا درسين علوم طبقات الأرض وهم اللي بيقدروا يكتشفوا ايه يا الخامات المعدنية اللي موجودة في الأرض وهنا كده برضو ممكن استخراج للبترول خام الحديد خام الحديد دي سانا أولى من الخامات المهمة جدا جدا في حياتنا في حياتنا كلها مين ما بيستخدمش خام الحديد من بداية من الإبرة اللي احنا بنخيط بها دي مصنوعة من الحديد للكباري اللي احنا بنمشي عليها للسكك الحديدية للمنشآت الصناعية ولو بابني عمارة محتاج ايه محتاج حديد طيب الكراسي والترابيزات والبوابات كل الحاجات دي بيدخل في صناعتها مادة الحديد ده مش بيدخل ده هي مادة أساسية في صناعتها هي الحديد عشان كده بقول ان الحديد من أهم الخامات اللي موجودة في مصر طب أنا ممكن بعد كده استخرج بقى من الحديد استخرج منه خامات أقدر أستخدمها زي الحديد الزهر وزي الحديد الطري كمان إحنا عندنا من ضمن الخامات إحنا بنستخدمها كل يوم الرصاص الألم الرصاص اللي احنا بنكتب بيه الرصاص اللي موجود في الألم ده دي مادة يسانا أولى فأنا بقول إن المواد دي مهمة جدا لما باستخرجها بقدر إن أنا أرفع بيها اقدر اشغل طبعا عمالة ان هم بيستخرجوا الخمات دي وبعد كده بيستخلصوها وبعد كده بيجروا عليها عمليات تفاعل في عمالة شغالة هي بعد كده بعمل ايه بعد كده احدد المنتج اللي انا عايز اصنعهم نكمل كده مع بعض ده صورة لخام الحديد وهو لسه طالع غفل دي صورة هي زي ما احنا شايفين يا سنقولها معينا صورة للغفل او صورة للحديد الغفل وهو طالع من باطن الارض دي بيكون عبارة عن كتل صخرية زي ما احنا قلنا ورغم التقدم الصناعي والتوسع في استخدام الالمونيوم وسهولة استخدامه اللي احنا بنقول ان هو من المواد الاساسية ولكن الحديد هو مهم جدا في الصناعة خام الحديد من الخمات المنتشرة في الطبيعة موجود كتير جدا زي ما احنا قلنا في استخداماته كتير قوي وده بيقدر بحوالي 50 كيلو جرام في الطن وبيفسر وجود الالوان يا سنقولها لما لاقي فيه خامل الحديد فيه الوان متعددة ده معناه ان الطفل والرمل والسخور اللي موجودة بيكون فيها اكاسيد مختلطة بنسب متفوتة علشان كده الالوان بتاعتها ما بتكونش واحدة زي ايه زي مثلا انا لما اجي استخرج الفضة هل الفضة بتبقى لون الدهب او الفضة لون الحديد لا طبعا كل حاجة ليها لون وشكل معين ودي كده اشكال متعددة ليه المواد اللي بتستخرج ايه هي بقى اماكن تواجد الحديد في مصر اماكن تواجد الحديد في مصر مناجم الوحاة البحرية الجديدة اللي هي عرابي وناصر وشرق اصوان ولكن شرق اصوان تم اغلاقها لانها بتعتبر بعيدة جدا مناجم بعيدة فبيبقى صعب الوصول اليها وكمان الصحراء الشرقية طب يعني ايه مناجم يا سنقول يعني ايه كلمة مناجم دي مناجم دي عبارة عن مكان المكان ده بيتم فيه استخراج المعدن او المواد الغفل واستخلاصها وببدأ اخليها عندي خام وده كده شكل معينا للحديد شايفين اشكاله متعددة وهنلاقي منه الوان متعددة خام الحديد بقى بيتميز بايه في المناجم الوحاة البحرية ده سؤال ممكن يجيلك في الامتحان بما يتميز خام الحديد بمناجم الوحاة البحرية بيتميز بايه ارتفاع نسبة الحديد فيه نسبة الحديد بتكون عالية فيه جدا يا سنقولة وكمان انخفاض نسب الشوائب نسبة الشوائب فيه بتكون قليلة علاوة على سمكه الكبير فالسمك ده بيديني مساحة ان انا اقدر استخدمه في صناعات كتير بيصل لكامل سمك يا ولاد سعاية لأكتر من 20 متر واحتياطات الخام في المنطقة دي موجودة بتزيد عن 202 مليون طن يعني عندي احتياطي كبير جدا منها طب باستغلها في ايه باستغلها في الصناعات في مجمع الحديد والصلب بحلوان وبتنتج لي حوالي 1.5 مليون طن من الحديد سنويا انتاج هائل يا سنقولة شايفيني الانتاج كبير ازاي؟ فعلشان كده بقول ان الحديد من المواد الاساسية وده كمان شكل لمعادن مختلفة بالنسبة بقى احنا قلنا ان الحديد بيكون موجود في مناجم اسوان وقلنا ان هي تم اغلاقها ليه؟ لان احنا قلنا علشان نستغلها في تشغيل مصانع الحديد والصلب بحلوان عملوا اكتشاف منطقة في الوحات البحرية اللي هي مناجم اسوان ودي بتمتاز بارتفاع نسبة الشوائب لقوا ان فيه نسبة شوائب كبيرة فيها والسمك قليل طب انا دلوقتي قلنا ان اهم حاجة في المناطق بتاعة الوحات البحرية ان الشوائب قليلة والسمك بتاع الحديد كبير جدا انما المناجم اللي موجودة في اسوان قال لك ليه بطلنا نستغلها او نستخدمها لان الحديد اللي خارج منها بيكون فيه نسبة شوائب عالية جدا والسمك بتاع الحديد بيكون قليل طب وانا ليه افز المجوود في مكان فيه شوائب كتير وهاخد وقت كبير جدا لاستخلاص المعدن وكمان السمك بتاعه قليل مش هيساعدني في توسيع الصناعات وانا عندي مكان ممكن اوفر الوقت والمجوود فيه زي الوحات البحرية يبقى لما يقول ليه مناجم اسوان تم اغلاقها لان المعدن المستخرج منها مليء بالشوائب والسمك بتاع المعدن بيكون سمك قليل نكمل مع بعض وكمان ايه طول المسافة المسافة بتاعة اسوان لمصانع الحديد والصلب بتكون بعيدة جدا يا سنقولة علشان كده تم اغلاق المناجم اما خام الحديد في الصحراء الشرقية لسه ماستغلوش المنطقة دي علشان صعوب التعدين التعدين اللي هو ايه التعدين اللي هو استخراج استخراج بعد ما بخلص او استخلص المادة ببدأ احولها لمعدن عشان استخدمه ده اسمه تعدين زي كده سنقولة في التعدين البترول او الغاز الطبيعي ودي طبعا بتكون صعبة الخمات ان انا نقلها من مجمع الحديد والصلب بحلوان علشان كده ماستغلناش الصحراء الشرقية دي كمان كده بعض المصانع اللي موجودة ليه استخلاص او استخراج او عمليات تنقية الحديد السؤال هنا بيقول تكلم عن خام الحديد في مصر احنا اتفقنا ان خام الحديد في مصر هو اساس لجميع الصناعات وفيه منه نوعين حديد زهر وده بيحتوي على نسبة كربون عالية وحديد صلبي بيحتوي على نسبة كربون اقل وده شكل كده للحديد الخام اللي انا بستخرجه احوله المعدن كده بقى ممكن هنا الصورة دي كده ولسه الحديد شايفين بيكون لسه عبارة عن حديد خام هنا بقى ببدأ اجري عليه عمليات علشان احوله لمعدن اقدر استخدمه فيه الصناعات النحاس واستخدامه بيقول لي ان النحاس ده القدماء المصريين استخدموه او استخدموه من الاف السنين في مقابرهم واثرهم احنا عارفين ان القدماء المصريين من زمان جدا كانوا بيستخدموا النحاس علشان يعملوا المقابر والاثار بتاعتهم ودي المادة المعدنية التانية احنا اتكلمنا اول حاجة عن ايه عن الحديد وقلنا الاماكن التواجد بتاعته موجود في الوحاية البحرية في عرابي وفي ناصر واحنا قلنا فيه مناجم في اسوان ما بنستغلهاش لانها بعيدة جدا والصحراء الشرقية لسه ما استغلناش انما دلوقتي بقى عندنا معدن جديد اسمه النحاس النحاس ده زي ما احنا قلنا القدماء المصريين استخدموه من الاف السنين علشان كانوا بيصنعوا بيه بيعملوا بيه حاجات في المقابر وبيصنعوا بيه الاثار اللي موجودة داخل المقابر او يعملوا تماثيل كده بنشوف تماثيل من النحاس موجودة في المقابر طيب اماكن التواجد بتاعته فين نشوف كده مع بعض اماكن تواجده في مصر بالصحراء الشرقية بمناطق المناطق اللي موجود فيها النحاس ام سانبوكي والدرهيب وابو سيمبل وشبه جزيرة سئناء دي المناطق الاساسية اللي موجود فيها النحاس يا سنقول وده شكل للنحاس الخام اللي طالع من باطن الارض عبارة عن كتل وتجرى الان عمليات مسح جيولوجي علشان نكتشف مناطق جديدة لتتبع الخام المنتشر تحت سطح الارض وقلنا يعني ايه مسح جيولوجي يا سنقول برافو عليكم ان فيه منشآت هي موجود فيها علماء متخصصين فيه علوم الطبقات الارضية او القشرة الارضية هما اللي بيعملوا مسح الجيولوجي ويحددلي يقول لي والله قطعة الارض دي فيها خام الحديد وقطعة الارض دي او المكان ده في خام النحاس وهنا موجود ديترول وهنا موجود غاز طبيعي يبقى كلمة مسح الجيولوجي معناها المنشآت اللي بتختص في علوم القشرة الارضية اللي بتحددلي ايه مكان الخام او هو موجود فين وكمان النسب بتاعته وهل هو صالح للاستخدام ولا لا نكمل كده مع بعض شوف كده شكل للنحاس النحاس احنا شفناه من شوية لما كان كتلة لسه خارج من باطن الارض اللي هو الغفل طب انا كده حولتوا ايه برافو عليكو حولتوا المنتج بعد ما حولتوا الخام وحولتوا بعد كده المعدن لا ده عمالي هنا منتج زي ما احنا شايفين طب ايه كمان شايفين النحاس كمان بستخدمه في ايه في الاسلاك بتاعة الكهرباء بستخدم النحاس برضو غير المنتجات بستخدمه في اسلاك القهرباء الألمونيوم احنا كده تكلمنا عن الحديد وتكلمنا عن الألمونيوم عن النحاس هنتكلم بقى عن الألمونيوم الألمونيوم بيتميز بإيه هو معدن خفيف الوزن زي ما احنا قلنا كده ان العلبة بتاعة الكن دي لما بصنعها من الألمونيوم واجهة شيلها خفيفة وشدة مقاومته للتآكل ما بيتأكلش بسهولة وكمان ما بيصديش وتوصيله جيد جدا للحرارة يعني انا لو مسكت الأواني علشان كده الأواني بتاعة الطاي بتصنع من الألمونيوم لانها جيدة التوصيل بالحرارة وكمان الكهرباء فيه أسلاك من بتاعة الكهرباء بتبقى مصنوعة من الألمونيوم وسهولة تركه وسحبه يعني ايه مسكلمة تركه وسحبه دي وهو كمان عكس للضوء والحرارة وعلشان كده بيدخل في كتير من الصناعات يعني ايه تركه وسحبه يعني سنقوله انا لما بيجي اطلع الخام بتاعي بطلعه غفل وبعد كده حوله الخام وبعد كده اعمال اأكد عن نقطة هو وبعد كده احوله لمعدن بيطلع عندي معدن الألمونيوم طب انا عايز المعدن ده احدده اقوله والله انا هستخدم المعدن ده عشان اعمل به قوانيطه لا انا هستخدم المعدن ده علشان اعمل به العلب اللي هي بتاعة الكنز او اعمل به اي حاجة تانية بتصنع من الألمونيوم بعمل ايه بجري عليه عمليات اسمها عمليات الترك والسحب يعني بجيب قطعة من المعدن ويبدأ يدخل في مكينات اسمها مكينات السحب وبتبدأ تسحب المعدن او بيتدخله على حاجة اسمها الدرفلة والدرفلة دي بتكون عبارة عن استونطين المعدن داخل وسطهم وبيبدأ اشوف السحب بتاع المعدن ده قد ايه وهو قابل للسحب تمام يبقى المعدن ده هستخدمه في حاجات بسيطة زي العلب بتاعة الحاجة السحب يبقى ده معدن الألمونيوم بيتميز بالحاجات اللي احنا قلنا عليها ده كده كمان معدن الألمونيوم اللي هو اللي انا طلعته من باطن الأرض الألمونيوم بستخدمه في ايه في وسائل النقل يعني العربيات او وسائل النقل بيكون مصنوعة منها اجزاء من الألمونيوم وكمان في الاجهزة الكهربية وصنوعة المباني وزي ما احنا قلنا صنوعة الاواني او اللي هي اي صنعات اخر وكمان زي ما احنا قلنا في بداية الحلقة ان الألمونيوم بيستخدم او باستخدمه في صناعة الاواني اللي عن طريقها بقدر اقوم بعمليات تشكيل للالمونيوم زي ما احنا شايفين وشفنا من شوية كده ان كان فيه الالمونيوم بتاعي وانا لسه مستخرجه من باطن الارض وبعد كده انا بحوله بعد كده على بجري عليه عمليات وعلشان احوله اخليه زي ما احنا شايفين كده ان هو يبقى عندي منتج اقدر استخدمه او معدن احوله لمنتج واقدر استخدمه نشوف كده مع بعض ايه كمان? اقيم مجمع الالمونيوم بنجا حمادي في مجمع للالمونيوم موجود بنجا حمادي ده بيكون معتمد على الخام المستورد يعني انا باستورد خام من برا بيكون موجود ده في مجمع الالمونيوم في نجا حمادي وانتاج او الانتاج المصري اكتر من الف طن سنويا من الالمونيوم يعني انا بجيب الخام وبعد كده بعمله عمليات وبعد كده بخليه منتج اقدر استخدمه الشركات هي اللي بتقوم بتغطية احتياجات الأسواق المحلية وبيتم تصدير الباقي بعد ما بخلص بقى المنتج بصدر الباقي تبدأ عملية التصدير واننا ااخد منتج واننا اشكله وابدأ بعد كده اننا اصدره ده بيعمل ايه زيادة نهضة الاقتصاد المصري وكمان بيخلي فيه عملات حرة بلاقي عملة حرة موجودة او بيدر علي فلوس وده شكل كمان لاستخدامات الألمونيوم وانتو عارفين ورق الفايل اللي احنا بنستخدمه ده على البتجازات او للأكل ده كمان مصنوع من الألمونيوم وقد اكتشف حديثا فيه بقى حاجات حديث اكتشفوها في بعض تواجد لخام الألمونيوم اسمه الألمونيوم البوكسايت وده بيكون موجود جنوب غرب اسوان وفيه عمليات بحث الجيولوجي او مسح الجيولوجي في المنطقة دي علشان يعرف لي جودة الخام وكمياته واقدر استغله في ايه بدل من انا سنة اولى ان انا استورد خام الألمونيوم وطبعا ده بيكلفني فلوس كتير لأ هم اكتشفوا بعض اماكن تواجد للألمونيوم الأماكن دي في عمليات مسح الجيولوجي بيجروها على الأماكن دي وهتقول لي ايه بقى؟ المسح ده هيقول لي ايه؟ هيقول لي يا طرى المنتج ده الخام بتاعه جيد ولا لأ؟ طب انا هقدر استخدمه ايه هي امكانية استغلاله اقدر استخدمه في ايه؟ ما انا لو جبت منتج هستخدمه في حاجة واحدة يبقى مش عايزه كده هيصرف عليا وهيكلفني كتير انما لو منتج او معدن استخرجته من بطن الارض واستخدمه في صناعات كتير اقول ايه انا عايزه علشان ده هيعمل ايه؟ هيرفعه من الاقتصاد احنا كده تكلمنا عن معادن مهمة جدا اول معدن اتكلمنا عليه؟ معدن الحديد وبعد كده معدن النحاس وبعد كده معدن الألمونيوم المعدن الرابع اللي احنا هنتكلم عليه هو المنجنيز بتحتاج صناعة الصلب لمعدن المنجنيز علشان اطلع معدن صلب انا عايز منجنيز يكون موجود فيه يضاف للحديد علشان ايه سنقوله؟ علشان ينتج لي انواع معينة من الصلب يعني معنى كده ان الحديد اللي موجود عندي اضيف عليه منجنيز يديني نوع من انواع الحديد الصلب علشان اقدر استخدمه نشوف كده مع بعض صورة للمنجنيز دي صورة لمعدن المنجنيز الدول المنتجة للمنجنيز اول دولة هي الاتحاد السوفيتي ويليه الهند وغانا وجنوب افريقيا ومراكش واليابان ومصر مهم جدا يا سنقولة اتذكروا الاماكن اللي موجود فيها المعادن ده سؤال بييجي دايما في الامتحان اماكن تواجده بقى في مصر ده اماكن الشريحة اللي كانت قبل كده اماكن تواجد المنجنيز عموما اماكن بقى تواجده في مصر فين؟ في شبه جزيرة سيناء في منطقة ام مباجن واحنا بنسمع كتير عن المنطقة دي في نوعين من المنجنيز في نوع صالح للاستخدام اقدر استخدمه في الصناعات المعدنية واقدر اعمل عليه عمليات استكمال اللي هي بمنطقة ابو زينيمة علشان اقدر انتج منه سبائك الفرو منجنيز يبقى اول نوع من انواع المنجنيز النوع الاول اللي هو النوع الصالح للاستخدام علشان انتج منه سبائك الفرو منجنيز ده كده المنجنيز وهو عبارة عن ايه بقى مين الشاطر اللي يقول لي هو ده كده غفل ولا ده كده خام ولا ده كده معدن برافو عليكو يا سنة اولى ده كده خام لان انا خلاص استخرجته وبدأت اعمل علي اخلصه من الشوائب والاتريبة وبقى عندي خام كده لازم بعد كده اعمله عمليات او تفاعلات علشان احوله لمعدن النوع التاني من انواع المنجنيز احنا قلنا فيه نوعين النوع الاول اللي هو صالح للاستخدام والنوع التاني ده بيستخدم في الصناعات الكيميائية وبيكون بعضه موجود في الصحراء الشرقية بالقرب من ساحل البحر الاحمر شمال الغردقة وفي اقصى جنوب الصحراء الشرقية ده مكان تاني ليه والانتاج السنوي اولاد من خام المنجنيز بيبلغ حوالي 250 الف طن ده بيخلي الدول المصدرة او بيخلي مصر من الدول المصدرة لخام المنجنيز علشان انتاجه بيكون عالي جدا الخريطة دي بقى بتوضح ايه الخريطة دي على فكرة موجودة عندكم في الكتاب يا سنة اولى مهم ان انتوا تشوفوها الخريطة دي بتقول ايه بتقول ان فيه هنا خام الحديد شايفين لما بص على الخريطة ولاقي فيه مسلس هنا موجود خام الحديد خام النحاس خام المنجنيز التلات خامات المهمة اللي احنا اتكلمنا عنهم خام الحديد موجود فين المسلس ده ادور على الخريطة الوحات البحرية يبقى ده على طول ايه رفو عليك يا سنة اولى خام الحديد طب خام النحاس عامل لي دايرة كده ادور على الدايرة شبه جزيرة سيناء طيب هنا كده الشكل المستطيل اللي هو خام المنجنيز ادور برضو على الشكل المستطيل فيه الخريطة اللي هو ده اللي هو ايه شبه جزيرة سيناء طب شبه جزيرة سيناء حاطتلي هنا كده دايرة وهنا مستطيل معنى كده ايه رفو عليك يا سنة اولى معنى كده ان شبه جزيرة سيناء بيحتوي على خام النحاس وخام المنجنيز مع بعض ده سؤال كده من الحاجات اللي احنا شرحناها ده سؤال هتحلوه اذكر استخدام واماكن تواجد كل من النحاس والألمونيوم والمنجانيز احنا قلناهم وقلناهم كمان مع بعض على الخريط نتكلم بقى عن المواد الفلزية احنا قلنا ان احنا دلوقتي خدنا معادن زي معدن الحديد وزي معدن النحاس وزي معدن المنجانيز وزي معدن الالمونيوم طب انا عايز دلوقتي في حاجة عندي اسمها مواد فلزية المواد الفلزية دي ليها نوعين يا سنقولة اول حاجة فلزات او معادن حديدية زي ايه زي الحديد والسبائك اللي بتخرج او بتتكون او بتتحد مع عناصر اخرى وتكون سبائك فلزات ومعادن غير حديدية ما بتحتويش على حديد زي ايه زي النحاس والالامونيوم والقصدير والزنك والرصاص والسبائك بتاعتهم كل دي بقدر اقول عليها فلزات او معادن غير حديدية يعني معنى فلزات او معادن حديد بيحتوي على نسبة حديد طب فلزات ومعادن غير حديدية لا تحتوي على نسبة حديد المواد الفلزية قبل ما اتكلم بقى واقول يعني ايه مواد فلزية ويعني ايه مواد غير فلزية او مواد حديدية او غير حديدية لازم اعرف يعني ايه فلزات يا سنقول يعني ايه المعادن او المواد اللي اقدر اقول عليها فلزات خصائص الفلزات ايه؟ تمتاز بايه؟ لها باريك ولا معان افكر كده على طول النحاس ليه باريك ولا معان الفضة ليها باريك ولا معان الدهب ليه باريك ولا معان يبقى دي اقول عليها ايه؟ فلزات جيدة التوصيل للحرارة والكهرباء الالمونيوم جيدة التوصيل للحرارة والكهرباء النحاس جيدة التوصيل للحرارة والكهرباء علشان كده بصنع الاسلاك من الاسلاك الالمونيوم او النحاس دي برده اقول عليها فلزات لها كسافة عالية يعني انا شايفين المفروض الكوباية اللي موجودة عندنا دي فيها ايه فيها مسامير المسمار ده مصنوع من ايه ملحديد فعشان كده بقول ان الفلزات لها كسافة عالية ان لما بتنزل فيه اناء بتبدأ تبقى موجودة في القاع ما بتطفوش فوق علشان وزنها النوعي لان وزنها النوعي تقيل جميعها مواد صلبة في درجة حرارة الغرفة ما عدا الزئبك فهو سائل كل المواد الفلزية بتكون مواد صلبة في درجة حرارة الغرفة طب لو انا عرضتها لدرجة حرارة هتنصهر عادي جدا يا سنقول ما عدا الزئبك الزئبك هو اصلا بيبقى سائل في درجة حرارة الغرفة قابلة للسحب والطرق زي ما احنا قلنا معدن الالمونيوم بيتميز ان هو قابل للسحب والطرق اقدر اجري عليه عمليات علشان اقدر استخدمه فيه منتجات كتير وبسيطة درجة انصهرها وغليانها عالية يعني ايه يعني لما باجي اعرض المعدن لدرجة حرارة درجة اللي انصهر بتاعته بتكون شديدة جدا ما بتتحولش المادة صلبة الا بعد وقت كبير والغليان بتاعها بيكون عالي او الفلزات واللافلزات دي صورة للفلزات واللافلزات بتقول لي ايه بتقول لي ان الدهب من الفلزات وان حياس من الفلزات طب اللافلزات اليود او البروم من اللافلزات وفيه بقى اشباه الفلزات دي مش هنتكلم عليها مش موضوع حلقتنا من عرض الحديد نرجع للحديد تاني لان احنا اتفقنا ان الحديد من المعادن الاساسية جدا في جميع الصناعات بيقول ان الحديد موجود في القشرة الارضية في صورة غير ناقية مش ناقي لما انا بستخرجه من باطن الارض على هيئة رمال واحجار بتكون موجودة او محتوية على اكاسيب وكبري يتورات الحديد وده علشان كده بقوله ان هي بتتركز عمليات الحصول على الحديد النقي في تخليصه يعني لازم علشان يطلع لي حديد نقي اهم حاجة في العنصر بتاعي ان هو يحصل له عملية استخلاص طيب بعمله استخلاص من ايه سنة اولى من العناصر المتحدة معاه والحديد موجود في القشرة الارضية بانواع الغفل الخام الارضي احنا اتفقنا ان يعني ايه كلمة غفل يعني المادة اللي موجودة المستخرجة من باطن الارض وهو ايه غفل غفل يعني ايه يعني كتلة مليانة شوائب ومليانة اتربة عايز اعمل عليها عمليات علشان احولها تاني وطلعها منتج اقدر استفيد به ايه يا بقى انواع غفل الحديد الحديد ليه انواع مهمين جدا نشوف مع بعض اول نوع الهيماطايد وهو اكسيد الحديد الاحمر الهيماطايد ده عبارة عن اكسيد الحديد الاحمر وده نوع من انواع الغفل بيعتبر اجود انواع غفل الحديد ليه لانه بيحتوي على 70% حديد يجيلي سؤال علل الهيماطايد هو من افضل او من اجود انواع غفل الحديد لانه الاجابة لانه يحتوي على 70% حديد الليمونايت وده اكسيد الحديد الاصفر او البني طيب ده بيتحد مع الماء والاكسجين علشان يحول لي او يديني نسبة حديد عالية وبتصل فيه نسبة الحديد ل65% حديد وده كده شكل الخمات الحديد الليمونايت واستيدارات لسه هنتكلم عليه دلوقتي والميجناطايد والهيماطايد دي كلها اسمها غفل او انواع لغفل الحديد الميجناطايد هو اكسيد الحديد المغناطيسي وفيه 72% حديد يا سنة اولى فيه نسبة عالية برضو استيدارات ده كربون الحديد البني وفيه او بيحتوي على نسبة 48% حديد وجميع الخمات متوفرة في مناجم الوحاية البحرية واسوان وساحل البحر الاحمر واحنا كده تكلمنا عن 4 حاجات مهمين او 4 خمات مهمين اللي هما اسموهم غفل الحديد ايه هما الهيماطايد والسيدارات والليمونايت والميجناطايد اللي 4 حاجات دول مهمين جدا او اللي 4 مواد دول مهمين جدا اعلى في اعلى خام فيهم او اعلى مادة فيهم هو الهيماطايد بيحتوي على نسبة عالية جدا من الحديد طيب انا علشان احول احنا اتفقنا دلوقتي ان الحديد الغفل او المادة المواد الغفل ايا كان هي الامونيوم حديد نحاس اي مادة غفل باستخرجها من باطن الارض عبارة عن ايه عن كتل من المادة طب انا عايز احولها لايه هو اسمه غفل المادة اللي انا باستخرجها من باطن الارض دي اسمها غفل ياسا اقولها انا عايز بعمل ايه احولها لخام علشان اقدر استخدم الخام ده في الصناعات وحول الخام بعد كده المعدن ايه هي العمليات اللي عن طريقها اقدر استخلص الحديد او علشان احول الحديد الغفل المعدن الحديد يجب اجراء مجموعة من عمليات الاستخلاص هعمل مجموعة كده من العمليات بعضها بيحصل فيه المنجم اللي هو المكان اللي بيتم استخراج المعدن فيه والباقي بيحدث فيه مصنع او بيحصل فيه مصنع الحديد والسل العمليات اللي بتجرأ علشان تحول للغفل او الحديد الغفل المعدن الحديد اول حاجة تجهيز الغفل يعني ايه تجهيز الغفل يعني تكسير الاحجار المحتوية على الغفل وغسلها وفرزها وتحمسها وترجزها كهرومغناطيسيا وده بيتم في المنجم علشان اوفر النفقات بتاعة النقل يعني انا دلوقتي لو استخرجت الغفل وخدته وبدأت اتنقل بي للمصانع مباشرة ده هيبقى كبير هيبقى مليان الشوائب بتاعته ومليان الاتربة طب انا عايز حتى كمان اقلل من حجمه عشان لما نقله للمصانع يكون عندي سهل وبسيط والنقل بتاعه يكون سهل فبعمل ايه بعمل تكسير الخام بيتكسر وبعد كده بعد ما بعمله عملية التكسير عن طريق كسرات هي اللي بتكسر لي الخام الحديد او غفل الحديد وبعد كده بيتم غسل ده حاجة اسمها الغسل بالتعوين يعني ايه يعني بينزل المادة بعد او الحديد الغفل بعد ما يتكسر بينزل فيه احواض الاحواض دي بتكون مملوقة بالمية وبيبدأ الشوائب والاتربة بتطفو فوق والمعدن بيفضل ثابت موجود تحت وبعد كده بفرزه بقدر اشوف ايه هي المعدن اللي بتحتوي على نسبة حديد عالية او اللي بتحتوي على نسبة حديد اقل وبعد كده يتم عملية التحميز التحميز دي يعني ايه سانا اقوله يعني بتخلص من نسبة الرطوبة اللي موجودة في الغفل بتخلص من نسبة الرطوبة اللي موجودة في الغفل مش انا غسلت الخام الغفل ده بعد كده بعمله عمليات التحميز وبعد كده بعمله عملية اسمها وده شكل كده للحديد او غفل الحديد واستخراج الاستخلاص استخلاص غفل الحديد بيتم بتخليص الحديد من العناصر المتحدة معاه زي ايه العناصر دي هسانة اولى زي الكابريت والفسفور علشان يبقى عندي حديد شبه ناقي عن طريق اضافة الكربون ابدأ اضيف عليه نسبة من الكربون ويبدأ يحصل له عملية اختزال يعني استخلاص وخلصه من الاكسجين اختزال الحديد يعني تخليصه من الاكسجين لما يجيلي سؤال كده ما هو او بما يقصد اختزال الحديد هو تخليصه من الاكسجين وبتتم العملية في افران خاصة علشان يحصل لي اتمام للتفاعلات المطلوبة يبقى دي اول حاجة من العمليات التحويل الحديد من غفل الحديد خيم اقدر استخدمه قلنا اول حاجة اللي هي ايه اللي هو اول حاجة اللي انا بجهز الغفل ببدأ اجهزه اطلعه احطه في المناجم وبقى ابدأ اجهزه بعد كده استخلصه هنا كده عندي الصورة بتقول ان ده الحديد بيبقى فيه خطوات بيبقى عندي الحديد في مرحلة اولية وبعد كده مرحلة تانية وفيه هنا قصارة اللي هي عن طريقها بيبدأ تكسير الخام الغفل وبعد كده تلبيده يعني ببدأ احطه فيه سنديق علشان اقدر اعمله عمليات تفاعل واستخلصه تجهيز غفل الحديد بتجرى على غفل الحديد عمليات تجهيزية ليه سنأولى علشان اتخلص من الاتربة والشوائب يبقى ليه بعمل عمليات تجهيزية على غفل الحديد للتخلص من الاتربة والشوائب اللي موجودة فيه المعدن وكمان علشان ايه علشان يزود لي من تركيز الخام علشان اقدر استخدمه فيه الصناعات يبقى خام مركز خام ناقي والخطوات دي هنشوفها في الخطوات اللي جاية دلوقتي علشان اجهز الحديد الغفل واستخدمه في الصناعات لازم اعمل ايه لازم عندي خطوات انا بعملها ايه يا الخطوات اللي انا بعملها دي اول حاجة زي ما احنا اتفقنا عملية التكسير اجيب الخام الغفل من باطن الارض ويبدأ يطلعلي الخام مليان شوائبه اتربة خليه زي ما هو هبدأ الاول اعمل ايه هدخله في قصرات بتبدأ تقصرلي الخام الى اجزاء زغيرة علشان اقدر اعمل عليه عملية استخلاص بعد كده التكسير ده بنكسر الخام زي ما احنا قلنا ونشوف كده بنعمل ايه وفيه هيتم تكسير الاحجار الكبيرة طبعا احنا قلنا هو بيبقى طالع احجار كبيرة جدا بقصرها الاحجار زغيرة بوسطة التكسير الميكانيك اللي هي القصرات زي ما احنا قلنا عدة اسمها قصرات ودي بتكسرلي الخام ليه بقصر الخام ليه سنقولة علشان اسهل عملية التخليص من الاتربة والرمل والمواد العلقة بالغفل يبقى لماذا تجر عمليات التكسير على الغفل الحديد لتسهيل عملية التخليص من الاتربة والرمال والمواد العلقة بالغفل خلي بالكو يسنقولة من الاسئلة اللي بتيجي دايما وسط السطور في اسئلة واحنا كده بنقول وسط السطور بتبقى في اسئلة مهمة دايما بتيجي في علل بتيجي في اكمل بتيجي صح وغلط فاحنا اللي بقى مركزين كويس جدا انا بعمل القصرات او ليه باستخدم القصرات علشان يسنقولة لو انا عندي المعدن وهو كبير جدا كده انا مش هقدر اطلع الشوائب اللي موجودة فيه فباقصره علشان اطلع الشوائب اللي موجودة فيه وعلشان اقدر استخدمه بسهول شوف كمان كده مع بعض دي الكصرات اللي عن طريقها بيتم تكسير الكصرات الميكانيكية او الكصرات اللي عن طريقها بيتم تكسير غفل الحديد عملية الغسيل احنا اتفقنا يسا نقولها ان انا بعد ما بكسر خام الحديد او الغفل احنا كل ده نقطة بيتكلم على غفل الحديد بتتم هزي العملية بتمرير طيارات من المية على الاحجار بعد تكسيرها ليه؟ بهدف التخلص من الاتربة والمواد العلقة يبقى فيه عمليتين مهمين هدفهم ان انا اتخلص من المواد العلقة والاتربة اللي موجودة في الحديد او في غفل الحديد هم ايه؟ برفعوا عليه فاول حاجة عملية التكسير تاني حاجة عملية الغسيل بخسل الاحجار اللي انا قسرتها علشان اتخلص من الاتربة والمواد العلقة دي كمان اماكن بيحصل فيها غسيل غفل الحديد عملية الفرز الهدف منها ايه بقى من عملية الفرز؟ استبعاد المواد الغير حديدية وده بيتم اما مغناطيسيا باستخدام او باستخدام الفصل بالتعويم يعني طرقتين لعملية الفرز اول طريقة ممكن اللي هو الاستخدام المغناطيسي او الطريقة المغناطيسية احنا نشوفها مع بعض ونشرحها دلوقتي اول فصل بالتعويم زي ما انا قلت اللي هي بجيب بعض الاحواض وبعد كده ببدأ ان انا انزل فيها الخام او الغفل بتاع الحديد اللي احنا قسرناه وبيبدأ ينزل على احواض التعويم دي اللي بيحصل غفل الحديد بينزل تحت عشان طبعا زي ما احنا اتفقنا الوزنة والكسافة بتاعته بتكون اعلى فبينزل تحت والاتربة والمواد العلقة بتفضل فين بتفضل تطفو على وش الميا فيه كمان او برضو المواد اللي هي بيكون فيها نسبة حديد اعلى بتفضل تحت فالمواد اللي فيها نسبة حديد اقل بتلاقيها تطفو فوق احنا كده اتكلمنا عن ثلاث حاجات مهمين لحد الوقت بتحويل الحديد الغفل الخام اول حاجة ايه برافو عليكم اول حاجة تجهيز الخام او تجهيز الغفل بعد كده ابدأ اعمل ايه ابدأ افرزه وبعد ما افرزه ابدأ اقصره وبعد ما اقصره بعمله عمليات غسيل بنوعين يا اما مغناطيسيا اعملت له الاول غسيل لانا بخسره عن طريق الميا علشان اخلصه من الشوائب او الاترب بعد كده بعمله عملية فرز عن طريق حاجتين ممكن اعمله فرز كهرومغناطيسي مغناطيسي او فرز بالتعوي نشوف كده مع بعض كمان دي عمليات الفرز اللي بتحدث في الحديد الغفل بعد ما بيتكصر بنبدأ نفرزه زي ما احنا شايفين ونطلع بقى لايه الحديد شايفين الاستوانة دي عبارة عن استوانة مغناطيسية بتبدأ تجذب ليها الحديد او الغفل اللي موجود فيه نسبة حديد عالية والباقي بتنزله تحت عملية التحميس يعني ايه تحميس يعني بتخلص فيها زي ما انا قلت من الرطوبة وثاني اكسيد القربون ودي بتتم في افران او قمائن القمائن دي عم عارفة اولاد عمين زي ايه زي اللي هو البرج بتاع ابراج الحمام دي بتكون مبنية بالطوب كده وبيحدث فيها التفاعلات او عمليات التحميس دي بتكون خاصة القمائن او الافران دي ودي بتعمل بالهواء الساخن بيتم تحميس غفل الحديد عن طريق الهواء الساخن وبيبخر لي الميا وبتتردها يعني بعد ما بيتخلص من الرطوبة بتبدأ طبعا الرطوبة دي تطلع على هيئة بخار مية وتبدأ تترد برة وبكمان فيها في عمليات التحميس دي بتخلص من جزء كبير من الكابريت وساني اكسيد الكربون يبقى عمليات التحميس بتخلص فيها من حاجتين اول حاجة الرطوبة وتاني حاجة الكابريت وساني اكسيد الكربون ودي هنا كده الخام بعد ما حمصناه بنلاقي حتى كمان لونه بقى وشكله مختلف طب بيانتو بقى عملية التحميس دي ايه زيادة تركيز الحديد بيبدأ الحديد يتركز عندي بعد العمليات اللي انا عملتها بستخدم الفرن الدوار فيه افران اسمها الافران الدوارة دي بيخلط الغفل مع الفحم بيدخل فحم موجود في الغفل بتاع الحديد وببدأ اشحن عن طريق فتحة استوانية موجودة في الفرن ده وبيبدأ الفرن الدوار ده بترتفع درجة الحرارة فيه من 115 الى 20 درجة علشان تقوم بعملية التحميس من 115 ل120 درجة طبعا درجة حرارة عالية جدا يسا نقول بيتم التخلص كل ده احنا بنتكلم في ايه في التحميس يتم التخلص من معظم السيليكة والشوائب اللي موجودة في الحديد في بعض الشوائب الاخرى بتكون موجودة وينتج عنه او عن هذا الغفل بقى ايه غفل غني بالحديد استبلغ نسبة الحديد فيه حوالي 94% لان انا عن طريق التحميس نقيته كويس جدا نقيته من الشوائب والاتربة ومن ثاني اكسيد الكربون وكمان من الكابريت واعدت اناقيم من مواد كتيرة علشان كده نسبة الحديد فيه بقت 94% عملية التركيز القهرومغناطيسي احنا قلنا دلوقتي العمليات اللي بتجرى على الغفل بتاع الحديد وقلنا الغفل اللي هو طالع من باطن الارض عمليات كتيرة منها تجهيز الخام ومنها بعد كده عمليات الفرز وعمليات التكسير وعمليات الغسيل وعمليات التحميس او عملية التحميس فيه بقى عملية اسمها عملية التركيز القهرومغناطيسي دي بتتم ازاي سنقول بتتم التركيز الخام في جهاز الخام بيبدأ يتحط في جهاز اسمه جهاز فصل مغناطيسي وفيه بتتساقط احجار الخامة على استوانة دوارة بتكتسب منها قوة طردة مركزية ازاي سنقول عبارة عن استوانة كبيرة كده الاستوانة دي بيكون موجود فيها او الجهاز ده موجود فيه استوانة دوارة الاستوانة دي عمالة دور ايه اللي بيحصل لما الاستوانة بتدور بيبدأ الحديد يتساقط وينزل عليها ايه اللي بيحصل الغفل اللي فيه نسبة حديد عالية بتبدأ الاستوانة بفعل او بتكتسب قوة طردة مركزية تسحب الغفل اللي فيه نسبة حديد عليها وينه الغفل اللي مفهوش او فيه نسبة حديد اقل بتترده بعيد ودي كده الجهاز اللي بيستخدم او عن طريقه بستخدم او بحول الغفل الطريقة القهرومغناطيسية بتؤدي بعد ما بيحصل بقى زي ما احنا اتفقنا ان الاحجار اللي فيها او بتحتوي او الغفل اللي بيحتوي على نسبة حديد عالية دي بتبقى موجودة قريبة من الاستوانة طيب والاحجار اللي مش اللي ما فيهاش نسبة حديد عالية بتبدأ تبقى بعيد عن محيط الاستوانة انما اللي فيها نسبة حديد عالية هي اللي بتلتصق في الاستوانة بفعل المغناطيس ودي طبعا بتبدأ الفترات طويلة علشان تبدأ يجذبها المغناطيس هنا بقى الرسم ده بتاع الكتاب بيقول لي ايه بيقول لي ان الاستوانة الدوارة اللي هي في النص دي اللي هي دي كده الاستوانة الدوارة دي دي هي بتكون عبارة عن استوانة والاستوانة فيها ايه احجار مغناطيسية واحجار غير مغناطيسية احنا الاستوانة دي اصلا هي مغناطيسية بتعمل ايه لما الغافل بينزل كده عليها بيبدأ يحصل ايه الاحجار المغناطيسية احنا حتى سنقولها لما بنيجي في العادي كده نمسك المغناطيس وعايزين نجربه نشوف احنا عايزين نعرف المعدن ده فيه نسبة حديد ولا لا يقولك بالمغناطيس امسك المغناطيس وقربه من الحديد لو الحديد او الخمل اللي عندك دي بدأ المغناطيس يجذبها او الايواء دي فيها نسبة حديد عالية وده حديد طب البلاستيك مثلا لو مسكت المغناطيس وبدأت حطه على البلاستيك هل بينجزب ليه لا هو اصلا مفوش نسبة حديد خالص الاستوانة دي بتكون زي المغناطيس اول ما الغف بينزل عليها الحديد او الغف او الاحجار اللي فيها نسبة حديد عالية ايه اللي بيحصل لها برفو عليكم بتروح الاستوانة شدها وجاذبها قريبة منها طيب اللي ما بتحتويش او الاحجار اللي ما فيهاش نسبة حديد عالية بتبدأ تتردهالي بعيد عن الاستوانة نشوف كده مع بعض كمان احنا قلنا ده كمان بيقدل ايه ان الاحجار المحتوية على الحديد بتكون قريبة جدا من الاستوانة انما الاحجار الغير مغناطيسية او التي لا تحتوي على نسبة حديد عالية دي بتتساقط ابعد وبيتم فصلها خلاص انا بفصلها استخدمها بقى في حاجة تانية عمليات التلبيد احنا كده وصلنا لحد ان انا بجيب خامل حديد او احنا غفل كل ده تحت مسمى الغفل لحد دلوقت انا جبت غفل الحديد وبدأت اعرف اكتر غفل حديد محتوي على نسبة حديد او لأ موجود عندي بعد ما عملت له ايه بعد ما عملت له عملية تكسير وعملية فرز وعملية تجهيز وعملية تحميس وعملية استخلاص هبدأ بقى عمله عملية تلبيد دي يعني ايه عملية تلبيد بتتم بتشكيل الغفل بعد ضغطه وتسخينه يعني الغفل ده بيبدأ ينصهر ويتسخن لضربة حرارة عالية جدا ايه اللي بيحصل بعد ما بيتسخن او بيتعرض لدرجة حرارة عالية جدا بيبدأ يتصب او يتحط في اوالب الاوالب دي بتاخد شكل المعدن اللي انا عايزه او المعدن هو اللي بياخد شكل الالب يعني لو الاوالب مربع يطلع طبعا ايه شكل الالب مربع وهكذا لو دايرة او اي شكل اخر يبقى عملية التلبيت دي بتتم ازاي اولاد بتسخين المعدن لدرجة انصهار عالية وبعد كده بحطه في اوالب والاوالب دي بعد كده انا بيبقى سهلة علي ان انا اشكلها وبعد كده بيحصل عليها عمليات تفاعل داخل افران الاستخلاص يعني عملية التلبيت دي الهدف منها ايه ان انا اخذ الخام اللي انا طلعته وابدأ انقله علشان اعمل علي عمليات تفاعل علشان اعمل ايه بعمليات التفاعل دي انا عايز استخدمه ويسا نقول انا كل اللي انا بقوله دا انا لسا ما استخدمتش خام دا انا طلعته من بطن الارض واقعدت تعمل علي عمليات استخلاص وفرز وغسيل وكهر ومغناطيسي تعمل عليه عمليات. طب انا دلوقتي محتاجة عايز خامة اصنعها. عملت ايه? عملت عملية التلبيت. المعدن اتصهر. اتحط في اوالب. الاوالب دي بقى هبدأ ايه? هبدأ بقى امزلها علشان يحدث عليها تفاعلات علشان اقدر اطلع منتج اقدر استخدمه. نشوف كده مع بعض صورة لعملية التلبيت. عمليات التلبيت زي ما احنا شايفين هنا كده دي بعض من الافران او عمليات التلبيت بتحصل. الخام بيدخل عندي هنا كده عبارة عن خام. وبعد كده بيحصل له انصهار. وبعد كده بيخرج عن طريق اوالب. وتتم بكبس الغفل زي ما احنا قلنا ان بيحصل كبس للغفل اللي بيحتوي على الكار او الفح في اوالب متحركة. يعني زي يصير كده ماشي. الاوالب اللي بتطلع دي بتمر على فرن التسخين. وبعد كده بيجمعوها في عربيات. العربيات دي بتوديها فين? بتوديها لحاجة اسمها الفرن العالم. وبيتم تفريغ الاتربة اللي بتسقط من السير المتحرك اللي موجودة في الاوالب واعادة تلبتها مرة اخرى. يعني ايه? يعني بعد ما بعمل الكابس بتاع الغفل ده وحطه في عربات او اوالب والعربيات دي هتنقلها لي الحاجة اسمها الفرن العالي. هنتكلم عنه دلوقتي. حتى اللي بيتساقط منها يا سنقولة. مش وفيه عمليات الصب بتحصل. في بعض من الخام بيتساقط? احنا دي عبارة عن اوالب. طب يحصل عمليات صب. الصب دي بتبقى نزل عن طريق مواسية. بيحصل ايه? ان في بعض من الخام بيبقى موجود خارج الاوالب. انا هرمي الخام ده? لا احنا بنستغل كل حاجة. الخام ده بعد كده هجمعه اللي هو الغفل اللي موجود عندي ده. هجمعه علشان ابدأ استخدمه مرة تانية. انا اقيم بقى من الشوائد. فان طبعا هو خلال التشغيل وان هو بدأ يتساقط. واقع طبعا على حاجات. فهنقيم الشوائد وابدأ استخدمه مرة تانية. مشوف كده مع بعض كمان عملية التلبيد بتحدث ازاي? اهو بقى. دي عملية التلبيد ايه اللي بيحصل? بيحصل كده في عملية التلبيد الغفل. دي اول حاجة عربيات النقل اللي هي بتنقل الاوالب. طبعا احنا نبدأ بقى منين? نبدأ اول حاجة خالص ان احنا فيه هنا كده اهو. دي الاوالب شايفين يا ولاد? دي العربيات. دي الاوالب. اللي عليها ايه? الاوالب دي. عليها السنديق. اللي موجود فيها ايه? اللي موجود فيها الحديد اللي انا صهرته وحطيته في اولي بسمها عملية التلبيد وبعد كده بيدخل على فرن التسخين وبعد كده بينزل عندي في عربيات علشان انقلوا للافران العالية يبقى احنا كده اتكلمنا عن ايه اتكلمنا عن اهم الخمات اللي موجودة او الخمات اللي معدنية اللي موجودة اللي هي الحديد وتكلمنا عن النحاس وقلنا استخداماته واماكن تواجده وتكلمنا عن الالمونيوم وقلنا استخداماته واماكن تواجده وقلنا كمان اهم حاجة ازاي بقدر اطلع الحديد الغفل من باطن الارض واعمل عليه عمليات استخلاص وعمليات تركيز كهرومغناطيسي وعمليات فرز وعمليات غسيل كل داليا سنقولة علشان ادخله في حاجة اسمها الفرن العالي علشان اعمل بعد كده منتج او خام اقدر اصنعه وبكده تكون حلقاتنا انتهت النهاردة وان شاء الله تكونوا استفدتوا وعرفنا بعض المعلومات او معلومات كتير احنا قلنا معلومات كتير النهاردة وان شاء الله نتقابل في حلقة جاية وإلى اللقاء